تعبئة الموارد المالية لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال هدف أبرز لهذه الطاولة المستديرة التي ضمت إلى جانب قطاعي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية والمياه والصرف الصحي عددا من ممثل صنادق التمويل ويهدف مشروع تزويد مدينة كيفا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال إلى تغطية حاجيات 92 تجمعا سكنيا بمنطقة المشروع التي يقدر عدد سكانها بـ 550 ألف تجمع فيما يصل الغلاف المالي المطلوب لإنجاز المشروع 317 مليون دولار انطلاق أشغال الطاولة المستديرة تميز بكلمة لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية كان عثمان ممدو بيّن خلالها أن هذا اللقاء يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة بالنسبة لبلادنا لكونه يقدم حلا جذريا ونهائيا لمشكلة التزويد بالماء الصالح للشرب لمئات الألاف من السكان والمواشي وانتهز هذه الفرصة يضيف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية لأتوجه بالشكر لشركائنا من منظمة استثمار نهر السنغال على القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للمياه لصالح تنفيذ هذا المشروع وأكد الوزير أن إنجاز هذا المشروع يندرج من الديناميكية تتبعها الحكومة بهدف إقامة بونان تحتية دائما للنمو وتحسين ولوج كافة الموريتانيين للخدمات الاجتماعية الأساسية وبذوره رحب وزير المياه والصرف الصحي بممثلي صنادق التمويل مذمن استعدادها الدائم للتعاون مع بلادنا ورحبكم في موريتانيا وأشكر جهودكم المشهودة في سبيل توفير الماء لمدننا وقرانا كما أذمن استعدادكم الدائم للتعاون في كل ما يخدم شعبنا العزيز وأخص هنا الصناديق العربية والإسلامية بشكل خاص وأقول لكم إن ذلك الاستعداد والحماس لتمويل أي مشروع تنموي جاد تقدمه حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيظل محل تقدير وتذمين من قبل أجيالنا كما أن التزاماتنا في هذا الصدد ماضية ونافية رؤساء الوهود المشاركة في الطاولة المستديرة لتعبئة الموارد لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفا بالماء الصالح للشرب عبروا عن ارتياحهم لمستوى علاقات التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموريتانية واستعدادهم المبدئي لمواصلته أود أن أؤكد لكم دعم الصندوق السعودي للتنمية لتقديم المزيد من التعاون لدعم التنمية في جمهورية موريتانية لتشمل جميع مجالات التنمية المختلفة متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح تأتي مشاركتنا اليوم بناء على دعوة كريمة من معاليكم ونتطلع للمشاركة الفاعلة في التنسيق مع باقي الزملاء لحشد الجهود ودعم المشروع بما يتوافق مع تطلعاتكم كمان ونود أن أؤكد لمعاليكم على حرص الصندوق الدائم على دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية موريتانيا الصندوق الأباكي مر بفترة تجديد في استراتيجية جديدة وممكن لحظت هذا الشيء وهذا رح يمكننا من أن نساهم بقدر أوفر في دعم المشاريع التنموية في موريتانيا على أثر الطلب الذي تلقاها البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في فعاليات هذه الطاولة المستديرة لمشروع تزويد مياه الشرب لمدينة كيفا من نهر السنغال لم يتأخر رد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية لتأكيد حضور البنك عن طريق المركز الأقليمي في الرباط ليشارك في هذا اجتماع الهام وهذا يؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية بتفعيل الإجراءات المناسبة لمواكبة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أولوياتها ومشاريعها الحيوية هذا المشروع بالذات الذي يخدم ويتوقع أن يخدم حوالي نصف مليون موريتاني إن شاء الله الصندوق العربي قام بتمويل دراسة الجدوى لهذا المشروع وهو يعني يعتبر نفسه جندي من جنود هذا المشروع ونحن صعدان بأن معالي الوزير كان وزملاءه تمكنوا من جمع هذا الحجد المبارك هذه المؤسسات الكريمة لبن الله تبني هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود بالعودة لمشروعنا وهو توصيل مياه الشرب لمدينة كيفة يؤكد الصندوق على التزام من حيث المبدأ بالمساهمة في تمويل هذا المشروع الهام والحيوي ونؤكد مرة أخرى على الاهتمام الكبير الذي أولدته حكومة دولة الكويت والصندوق الكويتي خصوصا لهذا المشروع وبتوجهات عليا بالمساهمة والنظر في جميع المجالات في هذا المشروع ليخرج بأبهى صورة ونجاح ومن شأن مشروع التزويد مدينة كيفة بالماء الصالح الشرب انطلاقا من نهر السنغال أن يحد من التفاوت الحاصل ما بين مستوى التغطية بالماء في الوساطين الريفية والحضري وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر